موسيقى جريمة احراق الرضيع علي الدوابش حيا مع عائلته في قرية دهمة واحراق المساجد والكنائس والاعتداءات اليومية التي ينفذها المستوطنون بحق شعبنا الفلسطيني تدعو للتساؤل كيف نحمي انفسنا من غول التطرف الصيوني الذي يبعد امطارا عننا وماذا على السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية من واجبات التي لطالما وعدت المواطن بالامن والامان على سلطة تحمي مواطنها هذا هدفها الاول هذا وظيفتها الاولى هذا دورها الاول اذا لم تستطع ان تكون بهذا الدور فالامور مفتوحة يجب ان يكون هناك فتح لكل الخيارات الممكنة للشعب الفلسطيني المكفولة بكل القانون الدولي من اجل تصعيد كل اشكال المقاومة بحق هذا التناقض مع هذا الوجود الاحتلالي بكل اشكاله فوق ارضنا المحتلة في عام 67 لم تعد تكفي بيانات الشجب والاستنكار الرسمية والفصائلية والدولية برأي الكثيرين لسيما وان هذا تطرف الاستطانية ما كان ليكون لو لا التحريد السياسي الذي تمارسه حكومة نيتنياهو ضد الفلسطينيين اضافة للدعم المالي والعسكري لمستوطنات الضفة الغربية والذي كان اخره اقرار حكومة تلابيب تحويل مبلغ 340 مليون شكل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الاستطان هو تربية المحتل ويجب ان لا نتفصل بين الاحتلال وبين الاستطان او بين المهوس الديني وبين الاستطان لان من نربى وغذى وغطى هذه الحركة الاستطانية هو المحتل بحيث انه لا نجعل حكومة الاحتلال وكانها طرف ثالث بالتالي حقيقة مواجهة الاستطان والمستوطنين واعتداءاتهم مسألة تحتاج الى خطة عمل كاملة خطة يتضافر فيها جهود كثيرة فئات كثيرة كفاءات كثيرة وجهات كثيرة ايضا ولا يكفي الحديث عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية برأي الكثير من المراقبين لردع حكومة نيتنياهو ومستوطنيها باعتبار التوجه للمحكمة الدولية بات مجبا تعلق عليه كل المهمات العاجلة لمحاولة امتصاص غضب الشارع الفلسطيني وسط دعوات فصائلية وشعبية لهبة جماهيرية واسعة تثأر للرضيع ول67 عاما من اطول احتلال في العصر الحديث من مدينة رامالله نيزر حبش تلفزيون وطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة